صورة كلها فرحتنا كلنا كمصرين مبارح وانا منتابع النشيد الوطني كمان واحنا منتشوف الفيديو دلوقتي والد ووالدة احمد الجنزي وهم عنصر اساسي جدا في نجاح المنظومة الرياضية الجميلة او الشخصية الرياضية اللي احنا شفناها احمد الجنزي مبارح شفت الفرحة دي ازاي وازاي احنا كنا محتاجينها بعد رحلة الولمبيات مبارح احنا نحصد الدهبية والفرحة احنا عايز اقول لحضرتك ان الناس كانت يعني ما عايز اناقي بس اللفظ اللي يلي بس يعني عارف الناس عطشانة للفرحة يعني الناس كانت مستنية فعلا انه بعد رحلة بقى رحلة كبيرة جدا من اللعيبة يبقى بينها وبين الميداليات خطوة والامور ما تتسرش وبقى فيه سوق توفيق وفيه امور حتى برا الملعب وجوه الملعب ما بيكانش بيتخطط لها بالشكل الامسل فالناس كانت مستنية فرحة احمد الجندي وفرحة سارة والميزة انه كانت الفرحة بينهم وبهم بعض خلي بالحضرتك دي لتاني مرة على التوالي احمد يبقى بيبقى جاي يخطف الاجواء ويخطف الفرحة كده في ثواني يعني انت احنا مبدايا بس عشان نكون قايلين للسادة للمشاهدين انه الناس كلها كانت متأكدة ان مش هنكمل الاولمبياد بمدالية واحدة احنا من بداية الاولمبياد وعارفين ان الالعاب والمنافسات اللي احنا مميزين فيها المنافسات اللي هتتلعب ده بقى ممكن سوق حظ لنا انه الريدين للمنافسات بتاع التايكوندو ورفع الاسقال والخماسي الحاجات اللي احنا مميزين فيها والمصارعة اللي احنا دايما ببقى مستنين منها الميداليات بتتلعب في الاجندة في نهاية الاجندة 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 الالعابة الاولمبية كنا المتابعين للالعاب الاخرى كانوا كلهم مستنين ان كانت القصة بس انه ما بين كل يعني ما بين 3 ا 4 ايام يكون فيه ميدالية يكون فيه يعني عشان الناس انا عايز اقول حضرك على حاجة انه القصة دي كانت بتفرق جدا مع الناس في الشارع الشارع المصري نفسه انه ميدالية محمد السيد بدأت تخف الضغط عن اللعيبة هناك يعني انا كنت فرحان جدا بالميدالية بالرغم من ما كانتش يعني كانت برونز وطبعا يعني كل التأدير لها خصوصا ان ميدالية محمد ما كانتش متوقعة بالشكل الكبير يعني الناس كلها كانت مستنينها الميدالية دي من زياد السيسي مصنف اول عالم لعيب كبير عنده خبرات قادر ان هو كان يقدر يحقق الانجاز ده لكن برضو كان فيه سوق توفيق وزياد حقق المركز الرابع في منافسات السلاح لكن هي قصة كلها ان كانت الميدالية دي بدأت تخف الضغط عن اللعيبة هناك لانه السوشيال ميديا كان نقضها صحبه قوي قوي بزيادة على الناس الناس مش متخيلة انه فيه احنا يا جماعة فيه فيه انعاب المنافسة بيننا وبين العيبة الولمبية والعيبة الدولية فيه منافسات حتى حجم الاستعادات نفسه مختلف تماما العيبة بتتستعد هنا عندها صعوبات على انها تستعد جوة مصر مش اقول حضرك بقى في معسكرات خارجية او بشكل ان انت تقدر تبقى انت طول الوقت معسكر بر او قادر ان انت تحتكب بالعيبة اولمبية او العيبة عالمية برا لكن في الاول اخر انت كنت محتاج الفرحة دي كنت مستنيها لان بجد فعلا الولاد دول تعبوا قوي النجاح ده مش نجاح خلال الدور الولمبية اللعيبة دي بقى لها ثلاث سنين في معسكرات وضغط مباريات وطول الوقت ما بين قل الوزنك انت عندك احمد عايز اقول احرارك انه كان بيبقى عنده عامل عملية في كتفه بعدها بخمسونجر يوم الاقيه موجود في بطولة العالم نازل يشارك هو في البطورة دي كان نازل مش عشان يجيب دهب ولا فضل هو نازل يعني يبدأ يحس نفسه انا فين يقيس نفسه وفين على مستوى العالم خطوة ورد تانية خلاص كلنا بقى كان عندنا يقين ان احمد الجن دي راجع لا احمد استنوا يا جماعة في توكيو في باريس بعد توكيو ان شاء الله هيكون قادر ان هو يحقق المداليات دا